إذن متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم وحسب معلومات مؤكدة توصلنا بها في أنه يوم أمس قام عدد من عناصر مرتزقات البوليزاريو بالانشقاق وصرقة سيارات عسكرية من داخل مخيمات الضلو العار في تندوف والهرب إلى منطقة مجهولة المثير هنا متابعينا الكرام هو أن هذه العناصر المنشقين استطاعوا تجاوز نقاط التفتيش سواء دي المرتزقات البوليزاريو سواء دي الجيش الجزائري اللي كان ينخارج المخيمات واستطاعوا بذلك الهروب هنا طبعاً في الحال كانت تحتوا على فشل المنظومة الأمنية دي النظام حضارات الجزائر ودي الجيش الجزائري اللي كانت تحاصر المخيمات كذلك مرتزقات البوليزاريو وقيادات مرتزقات البوليزاريو اللي لم يبقاش عندهم القدرة على أنهم يسيطروا على هذا النوع من الانشقاقات وخلال السنة الماضية متابعينا الكرام كانت عمليات سارقة دي الخمس سيارات طوال تلك السنة اللي هي 2023 خمس مرات يتم سارقة سيارات دي مرتزقات البوليزاريو والانشقاق وهنا نتحدث عن إحبار ويأس كبير في صفوف مرتزقات البوليزاريو وكذلك نتحدث متابعينا الكرام عن استنزاف للعنصر البشري داخل مرتزقات البوليزاريو وهذه المسألة سبق وتحدثوا عنها في العديد من المرات لأن الاستنزاف للعنصر البشري دي المرتزقات يهدد الوجود دي المرتزقات بأكمله هذه المسألة خلاص قيادة مرتزقات البوليزاريو ونظام حضرات الجزائر لأنه يجيب مرتزقات أفارقة لكي يقاتلوا مع المرتزقات البوليزاريو ويعملوا في صفوف مرتزقات البوليزاريو لكن حتى هذه المسألة لن تفيدهم لأن الاستنزاف للعنصر البشري عنده شقين الشقة المتعلقة بالتبندير لبداء منذ 13 نوفمبر 2020 والشقة المتعلقة كذلك بالانشقاقات والانشقاقات كذلك هي مسألة خطيرة جدا تندر بمصير أسود لمرتزقات البوليزاريو ولهذا القضية بالنسبة لنظام حضرات الجزائر إذن يوم أمس صرقت سيارة عسكرية جديدة للمرتزقات البوليزاريو هذ المنشقين بكل تأكيد لمشاهد للمنطقة العازلة لأنه في السابق كان أعقل على أن قبل نوفمبر 2020 الانشقاقات لكانت دي صفوف مرتزقات البوليزاريو كانوا يتوجهون مباشرة نحو الجدار وكانوا يسلمون أنفسهم للقوات المصلحة الملكية المغربية وهذه المسألة وقعت في أكثر من مرة لكن حاليا بما أن تبندر خدام في المنطقة العازلة والذي دخل المنطقة العازلة كتبندر فهذا المنشقين في الغالب يأم مهربوا لشمال موريطانيا يأم مهربوا كذلك إلى مالي وتبقى هذه المسألة دي الانشقاقات عصية عن حلها بالنسبة لنظام حضرات الجزائر ولا بالنسبة لقيادة منتزقة البوليزاريو لما قدرت على أنها تلقى حل لهذه المشكلة دي الانشقاقات في صفوف مرتزقات البوليزاريو متابعين الكرام سوف أوافيكم بالمزيد من التفاصيل في قادم الفيديوهات